في التصفية المنتخب يعني الآن كم باقي المبارايتين حسن؟ كيف يعني؟ كم باقي توقيت المبارايتين؟ مرسل مقبل إن شاء الله لأنه أصبحنا نشتاق لأداء المنتخب الوضع كل ما شاهدنا طيب كم سيمكنك اللاعبين في الجزائر؟ هل سيعودون بسرعة إلى أنديتهم لاستكمال دورياتهم؟ طبيعة الحال هناك التزامات مع أنديتهم خاصة اللاعبون الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية ربما سيتنقلوا مباشرة من مطار هواري بومدين إلى مختلف المدن والعواصم الأوروبية وبالتالي هذه التواريخ مضبوطة جدا اللاعبون يعودون مباشرة بعد إنهاء التزاماتهم مع المنتخب الوطني فقط المهم والأهم هو أن المنتخب الآن يملك متسع من الوقت للتحضير ربما بالماضي سأدري ماذا أقول بالماضي سيجد متسع من الوقت لكي يحذر لباقي الاستحقاقات المقبلة وبأريحة نعم المواجهتين أمام زامبيا وبوتسوانا ستكون تحضيرية طبعا لتصفية كأس العنم بقطر 2022 وهو يبقى الهدف الأسمى كما قلت نعم لتشكيلة الوطنية ولما لا الذهاب بعيدا في هذه التصفية التي ستنطرق الصيف المقبل إن شاء الله باب حسام ما أهمية هذا الاستحقاق استحقاق ربما العبور إلى تصفية أمم إفريقيا هل سيزيد المنتخب الوطني ثقة هل سيرتفع أسامة فقط سأعود إليك عذرا إذن كما نشاهد وعلى المباشر من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة في هذه الأثناء وصول وفد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم قادما من العاصمة الزمبابوية هراري بعد رحلة طويلة وشاقة في طائرة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية الخضر كما قلنا أو كما هو معلوم تأهلوا أمس إلى كأس إفريقيا للأمم في طبعتها المقبلة وفي حملة الدفاع عن لقبهم الغالي الذي حققوه في سنة 2019 الخضر إذن تعادلوا أمام منتخب زمبابوي هدفان لهدفين في المباراة التي لعبت بملعب هراري طبعا لعبون سيخرجون ربما من القاعة الشرفية شاهدنا منذ قليل الحارس عزدين دوخة خرج ربما هو الأول في هذه الأثناء بعدها ننتظر خروج كل الوفد إن شاء الله كما قلت رحلة رحلة طويلة استغرقت حوالي 11 ساعة وتوقف وفد المنتخب الوطني بياواندي الكاميرونية ثم استؤنفت الرحلة إلى الجزائر العاصمة إذن المنتخب الوطني يمكن القول بأنها العلامة الكاملة أسامة على الرغم من كان بإمكاننا تحقيق 12 نقطة من أربع مواجهات ولكن عشر نقاط من أربع مواجهات يعني برافو على رفق محرز شاهدنا هدف ولا أروع أمس لرياض محرز لو شاهدت لقاء أسامة لست أدري إن كنت متابعا لكرة القدم أكيد متابع لكرة القدم وخاصة عندما يتعلق الأمر بالفريق الوطني كلنا كجزائرين متابع عندما يكون الأمر كما قلت يتعلق بالمنتخب تجد أولئك الذين لا يتابعون كرة القدم يهتمون بكل تفاصيل المنتخب الوطني ولديهم كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنتخب من أهداف من نقاط من مشاركات لمختلف اللاعبين يعني هنا المنتخب صنع الفارق خاصة بعد تتويجه بكاس إثريقيا للأمم يعني لما شمل كل العائلة الجزائرية سؤال رياضي ربما بعض الشيء هل نتوقع أن يحدث جمال بالماضي تغييرات في تشكيلته المقبلة أن يقحم لاعبين جدد أن يكون فرصة لربما تجربة لاعبين وأسماء جديدة في المنتخب الوطني خاصة بعد ضمانة أهو لا أعتقد ذلك أسامة المنتخب الآن أو جمال بالماضي يمتلك الكثير من الخيارات لست أدري إن كنت تقصد لعبين جدد يعني لم يسبق لهم اللاعب في المنتخب الوطني هذا ما أقصده بالتحديد لا أعتقد ذلك ربما لأنه الآن المنتخب يمتلك خزان من اللاعبين كما قال جمال بالماضي في خرجاته الأخيرة يملك الكثير من الخيارات وبالتالي هو يمكن أن يشرك بعض العناصر خاصة في المواجهتين المقبلتين أمام زامبيا وبوتسوانا يمكن أن يشرك بعض العناصر الاحتياطية نسح القول في المنتخب الوطني أسماء جديدة لا أعتقد بذلك ربما الأيام والأشهر ستحمل الجديد طبيعة المباريات القادمة وربما في أسماء جديدة ستظهر لا نعلم بالتحديد ما سيحدث نعم على كل حال أسامة الأهم هو أن أبواب المنتخب الوطني تبقى مفتوحة لكل لعب يستحق التواجد في المنتخب الوطني كما قالها جمال بالماضي حتى اللاعبين الذين تم استبعادهم في هذا التربص الأخير لما نتحدث عن إسلام سليماني وكذلك يوسف بالليلي نعم هل نتوقع عودتهم إلى الفريق الوطني؟ أكيد نتوقع عودة هؤلاء لأنه بالماضي قال ذلك يعني إسلام سليماني يطمح لكي يكون هدف المنتخب الوطني الهدف التاريخي هدف التاريخي نعم للمنتخب الوطني يوسف بالليلي ما زال أمامه الكثير من الوقت وبالماضي شخصيا يحب هذا اللاعب يعني يعشق هذا اللاعب وهو لعب مهاري وعنده إمكانية كبيرة جدا معروف يوسف بالليلي الآن التحق بالدوري القطري مع نادي قطر القطري هناك يمكن أن ربما ينعش مشواره من جديد بعد مرحلة فراغ كبيرة نعم أمضاها في السعودية أكيد مع نادي الأهلي السعودي نعم وشاهدنا تلك المشاكل التي حدثت لللاعب في الأشهر الماضية يوسف بالليلي يمكن أن يعود بقوة من بوابة الدوري القطري إن شاء الله ربما استقرار اللاعبين مع أنديتهم سينعكس إجابا على استقرار المنتخب الوطني على أداءه وعلى نتائجه حسام نعم وهو كذلك حتى المدرب جمال بالماضي يتابع كل صغيرة وكبيرة تصور نعم أسامة بالماضي يتابع كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بها المنتخب الوطني نعم عفوا الانضباط أيضا نعم التكتيكي أو الانضباط خارج الملعب أصبح ميزة في المنتخب الوطني نعم وبالتالي يعني كل شيء لحد الآن إيجابي مع المدرب جمال بالماضي الذي أحدث ثورة منذ قدومه للمنتخب الوطني ونقلة نوعية في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم توجت بالتتويج القاري الذي انتظرناه طويلا طويلا جدا منذ سنة تسعين تسعمائة ألف المنتخب الوطني توجى وأين توجى؟ توجى بمصر نعم أشياء رهيبة في فترة وجيزة لهذا المدرب ربما سينعكس هذا على الرياضة ككل في الجزائر حسام أنا سألتك عن استقرار اللاعبين مع أنديتهم وتأثير ذلك على أداء المنتخب الوطني خليني نسألك الآن على مردود اللاعبين مع المنتخب الوطني وتأثير ذلك على استقرارهم في أنديتهم نتحدث بالتحديد عن رياض محرز ربما الذي أسال الكثير من الحبر أخرج الكثير من الآراء لدى الجزائريين المتعصبين لرياض محرز الذين يلومون دائما مدربه بيب كورديولا على عدم إشراكه رغم المستوى الكبير الذي ظهر به مؤخر تصور أسامة أمس صحافة الإنجليزية كشفت بأن المدرب بيب كورديولا تلقى حوالي الملايين من الرسائل يقال بأنه تلقى الملايين من الرسائل على خلفية تسجيل رياض محرز لهدف أمس أمام منتخب زنبابوي بطريقة رائعة جدا أعتقد بأن محرز صحيح أن المدرب بيب كورديولا مدرب كبير ويعرف جدا ما يفعله فيلسوف هكذا فيلسوف نعم لو نتحدث بالعاطفة رياض محرز عنده مكانة أساسية في نادي مونشستر سيتي يعني أندي سكيطاب نعم أكيد غير قابلة للنقاش غير قابلة للنقاش ولكن لا يمكن أن نتدخل في أعمال مدرب عملاق مثلا بيب كورديولا ولكن أعتقد بأن رياض محرز خاصة أمام نادي ليفربول كنا ننتظر مشاركة هذا اللعب نعم طيب حتى جمال بالماضي قال كنا ننتظر مشاركة رياض محرز كأساسي في مواجهة ليفربول أي نعم هو يستحق مكان في نادي مونشستر سيتي ولكن بيب كورديولا وحده من يحكم ويقرر نعم وهو كذلك نتوقع ربما أن ينعكس ذلك على مستقبل رياض محرز وعلى مستقبل كل اللاعبين طيب خلينا نسقسيك على اللاعب عريبي اللي هو ربما يعتبر هداف رابطة رابطة أبطال إفريقيا في نسختها نعم في طبع هذه لماذا لم يشرك ربما لا هو أول استدعاء لهذا اللاعب لا ننسى أنه عريبي أول استدعاء له في المنتخب الوطني هذا اللاعب الوعد صحة القول تألق في الدورة تونسي مع النجم السحلي تونسي وكان هدفا لدور أبطال إفريقيا الآن انتقل إلى نادي نيمة الفرنسي هذا اللاعب ينتظر منه الكثير إن شاء الله ومدام استدعية من طرف الناخب الوطني جمال بالماضي ستمنح له الفرصة لمحالة ربما في المواجهتين القادمتين أمام زومبيا وبوتسوانا هذا اللاعب كريم أعتقد بأنه سيكون مستقبل القاطر الأمامية للمنتخب الوطني لعب مهاري يعني مهاجم بيئة معنى الكلمة ينتظر كذلك أن يطور من إمكاناته ومن مستواه في الدور الفرنسي إن شاء الله طيب حسام ماذا عن تصنيف الفيفا هل تقدمنا ربما بمراتب هل سنتقدم مستقبلا ننتظر ذلك إن شاء الله المنتخب الوطني يحتل المركز ثلاثون عالميا طبعا سامحني فقط أسامة سيلتحق بناء الزمين محمد نجيب هنان من مطار هوري بومدين الدولي وسيرصد لنا الأجواء بيئة الوصف طبعا بعدما شاهدنا الصورة صباح الخير نجيب تفضل السلام عليكم صباح الخير حسام أنت وزمينا العزيزة أسامة طبعا كما كنتم تتكلمون وتتحدثون مباشرة من القاعة الشرفية لمطار هوري بومدين أين نتواجه طبعا منذ الخمسة ونصف صباحا لتقطية ورصد وصول المنتخب الوطني الجزائري من هيراريا الزمبابوية طبعا أين كان الموعد مع المباراة تصفوية المؤهلة اللي كان الفين واثنين وعشرين بالكاميرون طبعا نتحدث عن وصول المنتخب الوطني ولا يمكن أن نتحدث عن الوصول دون الحديث عن الأجواء والمعنويات التي وصل بها اللاعبون شاهدنا منذ قليل وصول الدوليان الجزائريان أو خروجهم أول من الخارجين من القاعة الشرفية أيوب عبداللاوي وكذلك عزين دوخة الذي خرج من أجل ربما لأنه كان في استقبالهم عائلتهم وكذا أصدقائهم شاهدنا منذ قليل وصول اللاعب السابق لمودية للجزائر الضدام الذي أبى إلا أن يستقبل صديق عزين دوخة كذلك عبداللاوي الذي كان في استقباله كانت عائلته في استقباله من أجل تشجيعه نعرف جيدا ربما في مثل هذه الظروف وكذلك لما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني الجزائري الكل يتضامن خاصة العائلات وخاصة الجمهور العاشق لهؤلاء اللاعبين طبعا على العموم عفوا على العموم إذن وصول طائرة المنتخب الوطني في حدود الساعة السابعة لم نرصد أي خروج باستثناء ثنائية لسالف الذكر طبعا نذكر فقط حسين بأن لاعب المنتخب الوطني الجزائري سيتنقلون مباشرة إلى نواديهم طبعا في رحلة نحو باريس المبرمجة في حدود العشرة والنصف طبعا جل اللاعبين سيغادرون الجزائر بمجرد وصولهم يعني بعد ثلاث أو أقل من ثلاث ساعات من الآن طبعا فيما عدد ذلك طبعا ربما سيكون لاعبوا البطولة التونسية استثناء سيدخلون إلى الجزائر في انتظار انتحقهم بالأراضي التونسية في الأيام أو الساعات القليلة القادمة ويتعلق الأمر بذران طبعا نتكلم كذلك عن لاعبية البطولة الإنجليزية والفرنسية وحتى القطرية حسام سيتنقلون كلهم إلى باريس ومنها إلى مختلف بلدان نواديهم التي ينشطون بها شاهدنا نجيب فقط نجيب شاهدنا عزدين دوخة حارس المنتخب الوطني وكذلك عبداللوي عاد في هذه الأثناء إلى القاعة الشرفية بعدما خرج منذ قليل يعني هذا في طار ربما الإجراءات العودة لا حسام خرج عزدين دوخة لأنه طبعا كان في انتظار قلت لك كان في انتظار صديقه ضدهم اللاعب المعروف اللاعب مليئة الجزائر السابق وأيوب عبداللوي ربما شاهدنا عائلته الوالدة أعتقد مع بعض من أفراد عائلته طبعا خرجوا من أجل ربما تلبية أو طبعا بمجرد علمهم بأنهم كانوا في انتظارهم فيما عدا ذلك لعبون داخل القاعة الشرفية تعرف فيه بروتوكولات صحية فيه أمور روتينية يمر بها لعبون قبل أن يخرجوا إلى الحفلة التي خصصت لهم من أجل نقلهم إلى الجهة الأخرى لانتظار ربما الرحلة الموجهة إلى باريز مطار شارديغول في حدود العشرة والنصف يعني ربما التحقوا مرة أخرى بزملائهم داخل القاعة الشرفية أين ربما يتوجدون منذ حوالي منذ حوالي ربع أو عشرين دقيقة يعني حسابيا بمجرد وصول الطائرة وبعدها نزلهم فربما في حدود السابعة والربع كانوا في القاعة الشرفية نعم خذها المنتخب الوطني إلى زيمبابي في انتظار خروج البقية ربما في هذه الأثناء خاصة ناخب الوطني جمال بالماضي إن أدل بتصريح طبعا ننتظر منه الكثير بعد ما الذي سيقوله بعد هذا التأهل وبعد خاصة نتيجة التعادل أمام منتخب زيمبابي في مواجهة أمام خصم قوي قال عنه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم نجيب مرة أخرى تفضل نعم حسام تحية مجددة لكم طبعا كما كنتم تستمعون إلى المسؤول الأولى للكرة الجزائرية رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خردين زتشيا الذي ربما أبدأ رضاه نسبيا بين قوسين على هذا التعادل رغم أن سؤالنا كان واضح يعكس طرف جيدا بأن الجزائريون أصبحوا لا يقتنعون بتعادل المماتلين الخاصة وأن المنتخب الوطني الجزائري كان متفوق بالأداء والنتيجة بهدفين لصفر أمام منافس محترم إلى حد بعيد كنت سألته حول ما إذا أو تعليقه حول عدم رضا الجزائريين بهذا التعادل الرغم التأهل بالنظر إلى قدرة الجزائريين أو كان بالمقدورة أن نفوز على هذا المنتخب ذهبا وإيابا فكان رد فعله طبيعي جدا بما أنه هو المسؤول الأول عن النتائج وربما المنتخب الوطني الجزائري وأبدأ رضاه على النتيجة عموما وعلى التأهل الذي اعتبره الأهم طبعا شيء طبيعي جدا نتكلم عن مباراة في ظروف استثنائية مناخية وكذلك أرضية الميدان كما شهدها العام والخاص طبعا كل هذه الظروف طبعا عرقلت المنتخب الوطني الجزائري من أجل تحقيق نتيجة أفضل من التعادل الذي يبقى مهم جدا على اعتبار أنه كان سببا في تأهلنا رسميا كثاني منتخب بعد السينيغال إلى نهاية كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون طبعا بالنسبة حسام كما كنا نستمع للمباراة الودية لا مباراة الودية بما أنه لا يوجد توريخ الفيفا وهو ما سيجعل الناخب الوطني جمال بالماضي أمام ضرورة ربما استغلال المبارتين المتبقيتين الرسميتين في مشوار التصفيات للتحضير وربما منح الفرصة لللاعبين من أجل ربما إيجاد توليف أحسن وتنسيق أفضل في تحسبا للمباراة المقبلة المهمة نتكلم عن تصفيات كأس أمم أو كأس العالم المقبلة المنافسة ستكون شديدة خاصة وأن منافسنا المهم والأكثر فعلا الأكثر قوة هو بوركينا فاصو نتكلم عن منتخب سبق وأن ربما لعبنا ضده ووجدنا صعوبات كبيرة جدا مع هذا المنتخب الذي يملك لعبنا في المستوى لو أن منتخب زينباوي برهن بأنه لا وجد لسغير وكبير في القرى الأفريقية طبعا مباراة مهمة جدا في انتظار النخبة الوطنية وهو ما سيجعل كما سبق لي وأن قلت بالماضي أمام ضرورة استخدام إن صح التعبير المبارتين المقبلتين أمام بوتسوانا وكذلك زومبيا من أجل التحضير أكثر وربما إيجاد الحلول والأمور التي كانت ناقصة إن صحة تعبير في المباراة الماضية خاصة وأننا نعرف جيدا بأنه فيه لاعبين لم يعودوا إلى المنتخب الوطني على غرار يوسف بليلي وكذلك العودة المتأخرة لجمال بالعمري كلها سهمت فيه ربما تذبذب أو ربما فعلا تذبذب النتائج أو المستوى العام الذي لشاهدناه في كأس أمم إفريقيا بمصر ولو أن المنتخب يحاسب على النتائج حسام والنتائج كانت حاضرة بفوز فيها ديار مقنع جدا وتعادل مقنع إلى حد بعيد كذلك في أدغى الإفريقيا هو في الأخير نجيب هذا التعادل يبقى درس مفيد للمنتخب الوطني خاصة وأنه جاء خارج الديار تحدث عن تصفية كأس العالم المقبلة سنواجه نفس الظروف ربما عندما نواجه منتخبات مثل بوركينا فاسو وجيبوتي أيضا خارج الديار سنواجه نفس الظروف بالتالي التعادل خارج الديار في أدغى الإفريقيا يبقى درس مفيد لأشبال النخب الوطني جمال بالماضي قبل هذه التصفية التي تعتبر مهمة ومهمة جدا والتأهل لكأس العالم يبقى الحلم الذي يراود جمال بالماضي منذ إشرافه على المنتخب الوطني وهو قالها نجيب في تصريحاته الأخيرة قبل المواجهة المزدوجة أمام الزنبابي قال التأهل إلى كأس العالم يبقى الهدف الأكبر والأسمى وعندما نتأهل إن شاء الله للمونديال سيكون هناك كلام آخر يعني كيف سنشارك في هذه أو في هذا المحفل القري الكبير هل بإمكان نذهب بعيدا في هذا المحفل العالمي الكبير قالها جمال بالماضي قال كل شيء يبقى طموح وطموح مشروع أيضا نعم حسام إذن مرة أخرى خروج بداية خروج اللاعبين من القاعة شرفية مرة أخرى شاهدنا عبداللوي وخروجه في أتيالتنا يتم ربما أو خروج الطاقم المرافق للمنتخب الوطني الجزائري في انتظار ننتظر خروج اللاعبين من أجل ربما التحقهم بالجهة الأخرى المخصصة كما قلت هم معنيون بالطائرة المتوجهة إلى مطار شردغول بباريز من أجل الالتحق بربما نواديهم ربما ننتظر كذلك خروج الناخب الوطني جمع الماضي أنا متأكد حسن بأن الجماع يريد الاستماع لما سيقوله الناخب الوطني وتحليل للمباراة أمس التي ميزتها العديد من المعطيات هو أدرى بها وهو أدرى بربما ما حدث من الجانب الفني بما هو المختص والمسؤول الأول وكذلك من المعطيات الأخرى والظروف التي عاشها ولو أن بالماضي تعود نسبيا كناخب وطني على هذه الظروف حسن كنت أشرت إلى أن المنتخب الوطني سيكون أمام ضغوطات وأمام ظروف قاسية في المشوار المؤهل إلى مونديا قطر ولو أن المنتخب الوطني الجزائري وجل عناصر المنتخب الوطني الجزائري تعودت على هذا الأمر لا أتصور ولا أعتقد بأن فيه لاعب حاليا لم يسبق له وأن شارك في أو عاش هذه الظروف إذا ما استثنينا الوافد الجديد زرقان وكذلك عندي ديلور الذي ربما هو الآخر لاعب كذلك وسبق له أن سجل في مرمى مالي وكذلك ربما عاش هذه الظروف حسام المنتخب الوطني الجزائي لم يكن لاعب أو لاعبين لم يسبق لهما وأن عاش هذه الظروف أعتقد بأنه من السهل اندماجهم في هذه المجموعة التي ربما حققت كأس أمم إفريقيا وفازت وسبق له أن فازت في عز أقصى الظروف المناخية وكذلك الجماهيرية ولو أن أمس المنتخب الوطني الجزائي كان مرتاح من هذه الجهة ولم يكن فيه ضغط جماهيري على اعتبار الظروف الصحية التي نعرفها كلنا طبعا المنتخب الوطني الجزائي لم يعيش ذلك الضغط الجماهيري التي يعرف عليها أو يعرف التي تعرفها الأندية أو المنتخبات والأندية التي تغادر أو التي تلعب في أدغال إفريقيا نتكلم عن جماهير إفريقية تعشق كرة القدم ومتعصبة إلى حد ما وتفرض ضغط رهيب جدا في العديد من المرات كان سببا مباشرا في فوز منتخبة بلدها أكيد بأن المنتخب الوطني الجزائري أمس كان مرتح من هذه الناحية طبعا على العموم المنتخب الوطني الجزائري سيكون أمام فرصة للراحة نسبيا والخروج من أدواء المنافسة والضغوطات والتربصات إلى غاية ربما بداية العام الجديد إلى غاية سهر مارس هي فرصة كذلك للعبين نعم مارس من العام الجديد إذن هي فرصة كذلك حسام للعبين الذين لم يسجلوا حضورهم مع المنتخب من أجل إبراز إمكانيتهم والعودة إلى المنافسة على مكانة لا أقول أساسية ولكن مكانة في المنتخب الوطني الجزائري من خلال تألقهم مع أنديتهم وكذلك العودة إلى أجواء المنافسة الكل يريد تدعيمات اليوم المنتخب الوطني الجزائري لم يعد بحاجة إلى ربما لاعب أو لاعبين المنتخب الوطني بحاجة إلى كل لاعبه بما أن الكل يتقبل الجلوس على كرسي الاحتياط الكل يتقبل اللاعب الكل يساند الكل إن صح التعبير فالمنتخب الوطني الجزائري اليوم لا يعيش أزمة لاعبين سواء بحضورهم أو بغيابهم فهي فرصة لجمل بالماضي الذي يبقى واحد من المدربين القلائل الذين ربما يعيشون ويحوزون على هذه التوليفة التي تتقبل كل شيء في إطار الأفضلية والأحسن للمنتخب نعم حسين نجيب الدليل على ذلك هو أننا لم نشعر بغياب الركائز مثل عطال وكذلك بليلي وسليماني أيضا هذا لم يؤثر بتاتا على تشكيلة المنتخب الوطني رغم أنهم يعتبرون من الركائز فعلا حسين بل كان فرصة وسببا وجيها لإكتشاف لعبين آخرين والوقوف على مدى استعدادتهم وهو ما سيكون أكيد من دون شك سيكون العامل الإيجابي الذي سينعكس على المنتخب الوطني على اعتبار أن المنتخب سيكون كما قلت بحاجة إلى الجميع خاصة وأن الاستحقاقات القديمة ليست بالهينة سواء من حيث القيمة الفنية أو من حيث كثافة المنافسة حسين كل هذه الظروف لا يمكن أن نواجهها ونجبهها بلاعب أو لاعبين في منصب نتكلم مثلا عن منصب الظاهر أيصر نجد أيوب عبداللاوي نجد محمد ساليم فارس ونجد ربما طبعا لعبين في منصب واحد نجد ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين ربما رامي بن سبعيني كذلك نجد لاعبين كثر في منصب واحد وهو ما يعكس القيمة التي أصبح أو التي وصل إليها اللاعب الجزائري والذي الكل أصبح يستحق اللاعب في المنتخب الوطني الجزائري وهذه المعطيات تقبلها من جاء أخرى وجود ناخب وطني يمنح الفرصة للجميع ولا يقص أحد من يستحق اللاعب في المنتخب الوطني الجزائري سيتواجد من دون شك سواء في مباراة رسمية أو مباراة ودية وهو ما سيجعل اللاعبين يعملون أكثر لم مش أنا اللي قلتها حسام وإنما قالها لاعب وفد جديد عريبي الذي قال بأن مجرد استدعاء للمنتخب الوطني الجزائري طبعا يخلين نواصل العمل ونقدم الأحسن ويخلي لعبين آخرين ربما يقدمون الأفضل على أمل تواجدهم مع منتخب وطني الجزائري الأماكن فيه غالية وغالية جدا حسام ولكن طال الانتظار نجيب فعلا حسام طبعا ننتظر خروج اللاعبين في هذه الأثناء وحتى الناخب الوطني جمال بالماضي الذي ننتظر منه تصريح حول مواجهة أمس أمام منتخب زنبابي خاصة من الجانب التقني في هذه المواجهة التي اختلف عليها الكثير من المتابعين هل المنتخب أخفق أم أنه تعادل منطقي إذن هذا مجيد بوغرة عظم الطاقم الفني للمنتخب الوطني مساعد المدرب جمال بالماضي نشاهد أيضا المكلفة بالإعلام في الاتحاد الجزائي لكرة القدم صالح بي عبود أيضا والكل يتأهب طبعا كما نشاهد لخروج العناصر الوطنية في هذه الأثناء بعد رحلة كما قلنا شاقة من العاصمة الزنبابوية هيراري نعم الإجراءات كما نشاهد تجري على قدم وساء إجراءات روتينية طبعا متعبة متعبة جدا أسامة مجرد أنك تسمع أن رحلة في 11 ساعات تتعب أنت في مكان الوفد وهذه رحلات في خاصة القرى الصمراء طبعا زيادة على الظروف الصحية الاستثنائية وطبقات الإجراءات التباعد الاجتماعي نعم عايزة مشاهدين أنتقل وإياكم إلى هذا البث المباشر لعبان بنجاح بالعمر الآن يترجلان من القاعة الشرافية حيث وصل منذ لحظات كما نشاهد في هذه الصور يستمر وصول لاعبي المتخب الوطني بعد خوضهم لمبارياتي التصفوية نعم ترجمة نانسي قنقر